كيف الإنسان متفارغ طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المفهوم هذا مفهوم قديم مش جديد صحيح بس الناس يتفاجأوا فيه لأنه استخدمت فيه كلمات جديدة متفارغا أول مرة يسمعوها طبعا دائما إحنا نقول أنه الإنسان لا بد أنه هو مشاريعه في الحياة أفكاره في الحياة يحاول يطلحها بأي شكل قبل ما يذهب إلى المقبرة إذا ذهبت إلى المقبرة ماتت معاه ولذلك كثير من الناس لم أسألهم أقول له ليش ما سويت كذا يقول لسه أبغى أضبط أبغى أعمل يعني قضية المثالية عند بعض الناس أن يبغى كل شيء مية في المية الحياة ما تعطيك مية في المية لذلك علماءنا الأفاضل لو دخلت أي مكتبة إسلامية شفت المجلدات لابن الجوزي وابن الجوزي وابن تيمية وقسمتها على عمره عدد الصفحة هتلاقي أنه يمكن كان يألف في اليوم خمسة لعشر صفحات بس تقول كيف استطاع يجيب هذا الوقت لأنه طلع كل اللي عنده طلع وبعضهم يقول لا زال لكن اليوم في العصر الحديث لما ضعفت الهمم في العصر اللي احنا عايشين في اليوم نصبح الناس يخافوا هذا الخوف هو اللي يخليه ما يطلع الأشياء اللي عنده يقول لك يمكن الناس ينتقدوني يمكن يبغالوا تضبيط شوية يمكن لازم أكون خبير أكثر مع أنه مع الأيام هتنتهي حياته وهو لسه ما طلحها يعني بمعنى ثاني كم فكرة طلعت في العالم نقوم احنا نقول والله هذه جات على بالي قبل فترة صح صدقت صحيح كم مرة كثيرا وبالتالي أنا لو ما طلعت الشيء اللي عندي سيأتي من يسبقني أو سيتأخر من سيأتي أو سأذهب إلى المقبرة وهي معي يعني هذا باختصار مفهوم شكرا